السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو فيديو نهر اليوم رح يكون موجه لتلاميذ السنة الأولى متوسط الفيديو عبارة عن مراجعة شاملة لاختبار الفصل الثالث إن شاء الله نبدأ بالتمرين الأول I discover my school في المقطع الرابع التلاميذ يدرسون حول المدرسة ماذا يوجد في المدرسة؟ إذن سوف نكتشف الحجرات الموجودة في كل متوسطة Classroom No.1 Classroom No.2 Classroom No.3 Classroom هي الحجرة إذن الحجرة رقم 1 رقم 2 رقم 3 وهكذا Biology Lab مخبر العلوم Library المكتبة Physics Lab ورشة الفيزياء Canteen المطعم Sports Ground ملعب الرياضة Computer Room قاعة الإعلام الآلي Administration الإدارة Staff Room قاعة الأساتذة إذن هذه هي الحجرات الموجودة في كل متوسطة التدميذ عليه أن يحفظ كل حجرة كيف تسمى باللغة الإنجليزية Task No.2 التمرين الثاني I reorder the words to get coherent sentences أرتب الكلمات لأتحصل على جمل وأسئلة صحيحة السؤال الأول هو عندي Library المكتبة Is لهو الفعل Where أين أين The The L إذن عندما نطرح السؤال سوف نبدأ بالWH word بالكلمة الاستفهامية Where يتبع هذا auxiliary verb لهو is Where is أين The library أين تقع المكتبة الآن نجيب على هذا السؤال نقول The library المكتبة نتبعها بالفعل Is Next to Next to يعني بجانب المكتبة بجانب The biology lab بجانب مخبر العلوم Next to The biology lab الآن سنقوم بتحديد مكان بعض الحجرات في المدرسة الآن نسأل عن موقع المطعم The canteen in the school في المدرسة سنقول Where أين Where is أين The canteen أين يقع المطعم عندما نرتب هذه الكلمات سوف نتحصل على الإجابة نقول The canteen المطعم is at the corner at the corner ما معنى at the corner The canteen is at the corner المطعم في الزاوية أوكي الآن نكمل في تعيين أماكن بعض الحجرات في المدرسة الآن سنحدد مكان Classroom number two الحجرة رقم اثنان سنقول الحجرة رقم اثنان تقع بين بين between Classroom number one الحجرة الأولى and و Classroom number three الهدف من هذا التمرين أنه التلاميذ يتعلموا استعمال the prepositions ظروف المكان prepositions of place مثلا هنا عندي next to next to معناها بجانب هنا عندي at the corner at the corner معناها في الزاوية الآن سوف نستعمل between between معناها بين إذن ماذا نقول Classroom two Classroom number two is هو between إذن ظرف المكان the prepositions of place يكون بعد الفعل وطبعا نبدأ الجملة ب the subject الفاعل Classroom number two is between هو بين Classroom number one and و Classroom number three أوكي إذن هنا عندي between معناها بين الآن عندي كلمة behind behind هي وراء هنا سنحدد مكان the physics lab ورشة الفيزياء سنقول ورشة الفيزياء وراء the canteen المطعم إذن كيف نقولها بلغة الإنجليزية the physics lab is behind كنا ضرف المكان يتبع الفعل the canteen إذن الطريقة جد سهلة فقط على التلاميذ أن يتعلموا معنى كل ظرف مكان behind معناها وراء حتى يتمكنوا من تحديد موقع أي حجرة في المدرسة الآن سنحدد موقع the staff room قاعة الأساتذة سنستعمل the preposition opposite opposite معناها مقابل سنقول the staff room قاعة الأساتذة مقابلة لكلاسروم number six the staff room اللي هي قاعة الأساتذة is opposite إذن the subject الفعل الفعل ضرف المكان كلاسروم 6 مقابلة لكلاسروم number six الآن ننتقل إلى تحديد مكان the sports ground ملعب الرياضة سنقول ملعب الرياضة يقع في الوسط the sports ground ملعب الرياضة is in the middle في الوسط in the middle معناها في الوسط opposite معناها مقابل الآن انتهينا من حجرات المدرسة وكيفية تحديد الأماكن فيها الآن نلتقل إلى الزمن أو التصريف الجديد الذي يدرسه التلميذ في هذا المقطع في المقطع الرابع هذا التصريف هو الحاضر المستمر سوف أشرح هذا الزمن ثم نقوم بحل التمرين مع بعض أوكي متى أصرف الفعل في عندما أعبر عندما أعبر عن شيء يحدث في وقت الكلام مثلاً الآن أنا أشرح في وقت الكلام إذن عندما تكون عندي في الجملة كلمة now الآن أو at the moment في هذه اللحظة يعني هما synonyms عندما نفس المعنى عندما أجد كلمة من هتين الكلمتين في الجملة معناها فعل الجملة مباشرة سوف أضعه in the present continuous إذن عندما أعبر عن شيء يحدث في وقت الكلام في الوقت الذي أنا أتحدد فيه الآن كيف أصرف الفعل في present continuous ما هو شكل الفعل الفعل الذي يكون بين قوسين أو الفعل الذي أستعمله أول شيء أضف له ing مثلاً هنا عندي الفعل study أضفنا له ing ing أضفها إلى جميع الأفعال أوكي مع هذا الفعل الذي ينتهي ب e اللي هي e في لغة فرنسية هنا أحذفها ثم أضف ing الفعل أضف له ing هذا الجزء الثاني من التصريف الجزء الأول هو the auxiliary to be in the simple present إذن ماذا نستنتج نستنتج أن the present continuous هو جزءين عندما أصرف الفعل في present continuous في الحاضر المستمر سيكون عبارة عن كلمتين الكلمة الثانية الفعل أضف له ing ing تكون لازقة في الفعل أوكي الجزء الأول أو الكلمة الأولى من الفعل ستكون يئما am يا إما إز يا إما are أوكي حسب الفعل حسب فعل الجملة إذا كان الفعل i أنا سوف أضع am وأتبعها بالفعل زائد ing إذا كان الفعل هو he she or it هنا أضع is إذا كان الفعل you we they هنا أضع are زائد الفعل ing أوكي إذن سنقوم بحل التمرين حتى تتمكنوا من الفهم أكثر وأكثر التعليمة هي I circle the right verb أعمل دائرة على الفعل الصحيح what are you doing now ماذا تفعل الآن I am reading ولا I is reading a book هنا الجزء الثاني صحيح عندي الفعل read يقرأ زائد ing read plus ing الآن سوف نختار أيهما أصح I am ولا I is قلنا I دائما تمشي معها I am I am reading I تمشي فقط مع I now الآن I mean are playing ولا is playing بما أنه عندي أمين أمين معنى هي هو قلنا مع هي وشي وإت نضع is is playing are تكون مع الجمع مع you we they she is brushing ولا she am brushing دائما قبل أن نحدد الفعل الصحيح يجب أن نرجع إلى الفاعل الفاعل هو she إذن سنقول she is brushing am تمشي فقط مع I ok we are studying ولا we am studying أكيد بما أنه عندي we الجمع نحن سوف أختار are you is listening ولا you are listening you تمشي معها are you are listening task number four التمرين الرابع I put the right preposition أضع حرف الجرة المناسب عندي at from on to I always study English أنا دائما أدرس الإنجليزية Monday يوم الاثنين دائما قبل الأيام نضع on on Saturday on Sunday on Monday ok الآن عندي الوقت دائما قبل الوقت نضع ات على الساعة التاسعة on Wednesday يوم الأربعة I study biology أدرس العلوم هنا عندي وقتين العاشرة الحادية عشر يعني رح نقول من العاشرة إلى الحادية عشر سنقول from من 10 o'clock 2 إلى 11 o'clock إذن عندما يكون عندي وقت واحد أضع آت على الساعة التاسعة وعندما يكون عندي وقتين متتاليين سأقول from 2 من إلى task number 5 التمرين الخامس في المقطع الرابع التلميذ أيضا سوف يدرس حول الحقوق والواجبات rights and duties قبل أن نتطرق للحقوق والواجبات سوف نبدأ ب school rules أو school regulations قوانين المدرسة أوكي نبدأ بالقوانين والتمرين الموالي سوف ننتقل إلى الحقوق والواجبات أضع علامة صحيح في الخانة المناسبة هنا عندي I do أفعلها I don't لا أفعلها هنا عندي بعض القوانين المدرسية إذا كان القانون يجب أن أقوم به سأضع العلامة هنا I do إذا كان لا يجب علي أن أقوم به سأضع العلامة في I don't greet my teachers and classmates every morning أحيي أساتدتي وزملائي كل صباح أفعلها أو لا أفعلها I do ولا I don't أكيد I do arrive late to school أصل متأخرا إلى المدرسة I don't eat food in class أأكل الأكل أو الطعام في القسم I don't respect my friends أحترم أصدقائي I do keep my class clean أحافظ على قسمي نظيف I do shout in class أصرخ في القسم I don't listen to my teachers أنصد إلى أساتدتي I do work hard in class أعمل بجد في القسم of course I do بالطبع cheat on exams أغش في الاختبارات I don't do my homework أقوم بواجباتي I do show gum in class أمضغ العلكة في القسم I don't throw a letter on the floor أرمي النفايات على الأرض I don't الآن ننتقل من school rules من قوانين المدرسة إلى الحقوق والواجبات بصفة عامة the rights and the duties rights rights هي الحقوق مفردها right حق duties هي الواجبات مفردها duty واجب سؤال هو I classify the rights and duties أقوم بتصنيف الحقوق والواجبات إذن هنا عندي قائمة من الحقوق وقائمة من الواجبات سوف أقوم بقراءة وشرح القائمة الأولى وأنتم تحددون إذا كانت rights or duties حقوق أو واجبات ثم ننتقل إلى القائمة الثانية ونحدد ما إذا كانت rights or duties I arrive on time أصل في الوقت المحدد I stand for the national anthem أقف لتحية العالم الوطني I respect everyone in the school أحترم كل شخص في المدرسة I work hard أعمل بجد I keep my school clean أحافظ على نظافة مدرستي I don't shout لا أصرخ إذن هذه حقوق أو واجباتي أصل في الوقت المحدد أحترم زملائي أقف لتحية العالم أعمل بجد هذه هي my duties واجباتي the duties الواجبات المجموعة الثانية a good and free education تعليم جيد ومجاني a safe environment محيط آمن للدراسة equal opportunities in class تساوي الفرص في القسم express my opinions وعبر عن آرائي I play and I have rest ألعب وأخذ قسم من الراحة هذه هي my rights حقوقي الهدف من هذا التمرين هو أنه التلميذ يتعرف على rights الحقوق والواجبات ويحاول أنه يحفظ أكبر عدد ممكن منها task number seven سوف يكون حول pronunciation النطق إذن عندي مجموعة من الكلمات في هذه الكلمات سوف أسمع الصوت يأما ج يأما ج يأما ج بالنسبة للصوت ج غالبا ما يكون في الكلمة على شكل أس مثلا هنا عندي treasure television يعني غالبا عندما نجد الأس سوف ننطقها ج pleasure الآن ج عندي كلمة juice هنا لا توجد قاعدة حول كيفية نطق هذه الحروف فقط بالممارسة يتعلمها التلميذ أنا فقط حاولت أني مبسط يعني الموضوع فقلت غالبا عندما نجد الأس سوف ننطقها ج Algeria giraffe الآن ج عندي bag good and get task number eight تمرين الأخير match the opposites اربط الكلمة مع ضدها right الحق عكسها هو duty الواجب arrive يصل go يذهب stand up يقف sit down يجلس on time في الوقت المحدد later متأخر إذن نصل لنهاية هذه المراجعة أتمنى أن الشرح كان واضح وكان مفهوم إذا كنتوا استفدتوا من هذه المراجعة ما تنسوش أنكم تحطوا like للفيديو وتشتركوا في القناة إذا كنتم غير مشتركين good luck and good bye ترجمة نانسي قنقر